الحوار مباشر جرأة في الحق صدق في العرض محبة في الحوار واحترام للرأي الآخر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفخ روح بركة في كلامنا اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه أعزائي المشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من حلقات هذا الشهر من برنامج الحوار المباشر حيث ما زلنا مستمرين في سلسلتنا سيرة الإمام المهدي والمسيح الموعود حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام نحن الآن في أحداث عام 1896 ووصلنا بالأمس إلى حدث هام حدث في هذا العام وهو مؤتمر الأديان العظمى الذي قرئ فيه خطاب حضرة الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام الذي نشر لاحقا في كتاب فلسفة تعاليم الإسلام وسنواصل اليوم في ذكرى أجواء هذا المؤتمر وردود الأفعال في ذلك الوقت إضافة إلى تأثير هذا الكتاب على القارئ من مختلف أو القراء من مختلف الشعوب والخلفيات وكيف عرفهم على حقيقة الإسلام وترك فيهم أثرا عميقا هاما وزاد من إيمانهم ويقينهم جاء في تقرير اللجنة المنظمة للمؤتمر في وصف الحدث عند قراءة خطاب المسيح الموعود عليه السلام ما يلي كان هناك فسحة فسحة نصف ساعة بعد خطاب البانديت جوردين داس ولكن معظم الجمهور لم يتركوا مقاعدهم لأن الخطاب بعد الفسحة سيكون لمن؟ لمحام شهير عن الإسلام وقبل موعد الخطاب بكثير أخذت قاعة المؤتمر تمتلئ بسرعة بالجماهير الغفيرة وامتلأت عن آخرها في بضع دقائق كان عدد الجمهور عندئذ يقدر ما بين 7000 أو 8000 من العلماء والمثقفين من ديانات شتى ومجتمعات مختلفة وعلى الرغم من أن المنظمين كانوا قد هيئوا عددا لا بأس به من المقاعد والكراسي والمفارش إلا أن مئات من القوم لم يجدوا بدا من الوقوف لسماع الخطاب وكان من هؤلاء الواقفين علية القوم ووجهاء البنجاب وعلماء وفضلاء ومحامون وأساتذة وبروفيسورات وأطباء وموظفون حكوميون كبار وغيرهم من الشخصيات الكبيرة من مختلف من مجالات مختلفة إن حضور هؤلاء القوم ذوي الجاه والشرف واستماعهم للخطاب بكل صبر وهدوء وشوق وحماس لخمسة لخمس ساعات متتالية كأن على رؤوسهم الطير لا يشكل دليلا واضحا على تعاطفهم مع هذه الجماعة وهذا الخطيب إن صاحب الخطاب لم يتمكن من الحضور بنفسه لم يتمكن من حضور المؤتمر بشخصه ولكنه بعث تلميذه الخاص المولوي عبد الكريم السيا الكوتي ليقرأ مقاله ليقرأ هذا الخطاب كانت اللجنة المنظمة للمؤتمر قد حددت لهذا الخطاب ساعتين فقط ولكن الحضور عمما أولعوا به حتى إن المنظمين رحبوا بكل حماس وسرور باقتراح مد الجلسة حتى انتهاء المقال وكان إعلانهم هذا متفقا تماما مع من مع رغبة الحضور ذلك لأنه عند انقضاء الوقت المحدد للخطاب أعلن الخطيب التالي المولوي أبو يوسف مبارك علي أنه متنازل عن وقته من أجل هذا الخطاب يعني هذا الشيخ هذا العالم تنازل لصالح خطاب حضرة ميرز أولام أحمد عليه السلام فهتف الحاضرون والمنظمون عاليا شاكرين له كان موعد انتهاء الجلسة هو الساعة الرابعة والنصف ولكن نظرا لرغبة الحضور استمرت الجلسة إلى ما بعد الخامسة والنصف لأن الخطاب استغرق حوالي أربع ساعات وكان من أوله إلى آخره شيقا حائزا على القبول الواسع والإعجاب العظيم قبل أن ينتهي هذا الخطاب كان المساء قد حل لكنه إلى الآن كان قد صار الجواب للسؤال يعني تم الجواب للسؤال الأول وكان المستمعون معجبين بالخطاب لدرجة رفعوا الطلب بالإجماع إلى المدير التنفيذي للمؤتمر أن يدبر الجلسة الرابعة للمؤتمر حتى يستمعوا إلى الرد على بقية الأسئلة لأنه أصلا كان هناك قد حددت ثلاث جلسات للمؤتمر وكان قد عين المحاضرون لليوم الثالث سلفا وكان المنظمون أيضا يريدون إضافة يوم للمؤتمر كما كانت الطلبات من الطائفتين سنة درم والآريا سماج أيضا أن تقدم من قبلهم خطابات أخرى أيضا لذا بعد أن أخذ المنظمون السماح من أصحاب المكان لاستخدامه ليوم إضافي أخبروا رئيس الجلسة أن يعلن ذلك انتهت جلسة ذلك اليوم بالإعلان التالي من رئيس الجلسة أيها الأصدقاء لقد استمعتم إلى الرد على السؤال الأول من جناب الميرزة المحترم علينا أن نشكر المولوي عبد الكريم السيالكوتي الذي قرأ الخطاب بكفاءة عالية والآن أبشركم بأنه نظرا لشوقكم ورغبتكم وإعجابكم الذي أبديتم للاستماع إلى هذا الخطاب أن المدير التنفيذي للجلسة قد وافق على أن يضاف يوم واحد للمؤتمر لكي يقرأ فيه بقية خطاب حضرة الميرزة والآن اقترب موعد صلاة المغرب لذا لا أريد أن أخذ منكم وقتا أطول كان هذا تقرير اللجنة المشرفة على المؤتمر والذي يصف هذه الحالة المذهلة بسبب خطاب حضرة ميرزة غلام أحمد عليه السلام والتي جعلتهم يمددون المؤتمر يوما إضافيا لاستكماله وكان هذا تحقيقا للنبأ المسبق عن تفوق هذا الخطاب كما أعلن حضرة ميرزة غلام أحمد عليه السلام مسبقا وبيّن بأن هذا الخطاب سيكون آية عظيمة للإسلام آية عظيمة للإسلام همه غمه هو نصرة الإسلام منذ ذلك الحين إلى يوم القيامة وهذا ما نلمسه وما زلنا نلمسه بفضل الله تعالى نسأل الله تعالى أن يفتح القلوب ويفتح العيون لمعرفة الحق والإسلام الحقيقي الذي يخلب الألباب بجماله ويفتح للإنسان سبل التقدم والتطور في جميع المجالات ويهيئ لها الإنسان السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة آمين ثم آمين مشاهدين الأكارم في كل مكان كما ذكرت لكم سوف نستمع معا إلى شهادات أناس من الجماعة من حتى معارضي الجماعة من أبناء الجماعة على أثر هذا الكتاب في نفوسهم معي الأستاذ تميم أبو دقة والأستاذ محمد طاهر نديم أهلا وسهلا ومرحبا بكم كما عودناكم مشاهدين الأكارم يسعدنا أن نطلق اتصالاتكم واستفساراتكم إما عبر الهاتف أو المشاركة الحية عبر موقعنا اسلام أحمدية دوت نت أو عبر صفحتنا على الفيسبوك الحوار المباشر أو على صفحتي الخاصة فأهلا وسهلا ويمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف عبر رقم الواتساب الواتساب فقط لإرسال الرسائل القصيرة أو أرقام الهواتف مع مفتاح البلد والآن إلى الموضوع أشعل هذا النجاح الباهر وهذا الاهتمام بخطاب المسيح المعود عليه الصلاة والسلام والذي ينبغي أن يكون سببا للفرح والسرور لكل مسلم غيور على دينه الغيرة والحسد في قلب من البطالوي فحاول جاهدا أن يظهر نفسه ببعض الحين لكي يأخذ وقتا إضافيا فماذا حدث نعم تفضلوا إخواني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما ذكرتم أنه في اليوم الثاني في الجلسة المسائية عندما قرأ هذا الكتاب أو جزء من هذا الكتاب فبالفعل كان هذا الختاب سبب للفرح والحبور لكل المسلمين وسبب لرفع رأسهم أمام الأديان كلها فليجل ذلك هم طالبوا وبالإضافة إلى ذلك أولئك الذين لم تكن لهم علاقة بالإسلام ولكنهم فعلاً عوجبوا بغزارة علم سيدنا المسيح المعودة الله صلى الله عليه وسلم وبغزارة المعارف التي احتوى هذا الختاب العظيم فأرادوا أن يسمعوا هذا الختاب ويستكملوا استماع هذا الختاب الكامل فعينا يوم آخر إضافي لإكمال هذا الختاب فسيدنا المسيح المعودة الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك إذن ناشد المشايخ على الأقل ساعدوني يجب أن نقف صفاً واحداً عندما ندافع عن الإسلام عندما نقدم تعاليم الإسلام وكان همه من خلال هذا الختاب هو إبراز محاسن الإسلام إثبات علو كاب الإسلام وإثبات أن الإسلام هو الدين الحي وهو الدين الذي ينبغي أن يقبله الجميع وياتوا إليه وهو يقدم غلول لجميع المشاكل وهو يجيب على كل الأسئلة ففي هذا الموقف كان ينبغي أن يسانده جميع المسلمين وأن يكون هذا فخر وسبب فرح لجميع المسلمين ولكن بعض المشايخ لم يوجبهم هذا أن ينال سيدنا المسيح والموت هذا الشرف فأخذهم الحسد ومن بينهم محمد حسين البطالوي الذي فور انتهاء أعمال المؤتمر يوم السابع والعشرين من ديسمبر أي اليوم الثاني المحدد لهذا المؤتمر كانت هناك معضبة أقيمت على شرف بعض المنظمين وإلية القوم وكان قد حضر هذه المعضبة القاضي خدا بخش الذي ترأس إحدى جلسات هذا المؤتمر فبينما كان جالسا في هذه المعضبة إذ جاء شخص وقدم له رسالة خطية من محمد حسين البطالوي كتب فيه بما أنكم أعطيتم الوقت لمرز غلام أحمد قاد يعني فأرجو أن توتوني أنا أيضا الوقت الإضافي للمقال فعندما قرأ القاضي خدا بخش وهو مسلم عندما قرأ هذه رسالة قال عفويا قال ماذا أنجزه محمد حسين البطالوي في خطابه الأول حتى يريد أن يأخذ وقتا إضافيا ويريد أن ينجزه في هذا الخطاب الثاني الآية حال ما كان له أن يقرر لأن هناك لجنة لا بد أن يعرض العمر على اللجنة واللجنة يوافق ولكنه رد هذا العمر بأنه لا يستهق أن يعرض حتى على اللجنة ولكن المولوي محمد حسين البطالوي لم يتوقف ففي اليوم التالي كان من المحدد أن يكون هناك خطاب لمفتي محمد عبد الله تونكي الذي هو أيضا كان ممثل من المسلمين فمحمد حسين البطالوي تكلم معه وأقنعه لكي يتنازل لصالحه فبدلا من عبد الله تونكي يمكن أن يخطب محمد حسين البطالوي فرضيا بذلك وعندما كان في اليوم التالي 27 من دسمبر وهو اليوم الأخير المحدد للمؤتمر فكان في ذلك اليوم خطاب عبد الله تونكي ولكن سعد المنسة محمد حسين البطالوي وقدمه الطلب للقاضي خدا بخش وقال له ها هو مفتي عبد الله تونكي يرضى بأن أخطب بدلا منه فعاتوني وقته فهنا اضطر القاضي خدا بخش لكي يعرض الأمر على اللجنة وعندما قدم اطرد على الجميع وخاصة سكرتير اطرد وبشدة وكان معارضا لهذا التغيير وقالا كان ينبغي أن نخبر بهذا التغيير مسبقا ولا نستطيع أن نبدل هكذا ولكن عندما علح عليه المسلمون المنسقون المسلمون آضاء اللجنة عندما اصروا عليه فرضيا بهذا التغيير وعطي هذا الوقت لمحمد حسين البطالوي ولكن ماذا فعله عندما جاء دوره في سامن وعشرين من ديسمبر فيعني تمنى المسلمون وليته لا يطى لم يطى لهذا الوقت للخطاب لأن الأمور التي تحدث عنها فعلا عدت مسيئة مسيئة إلى الإسلام وللأسف ما تحدث عنه هو بالنسبة له حقيقة وهذه الحقيقة للأسف يتحدث فيها جميع لا نريد أن نعمم لكن أغلب علماء المسلمين اليوم يعني ما قاله البطالوي يقوله اليوم المشايف وهنا أريد من المشاهد أن ينتبه إلى هذا الموضوع الدقيق والهام والخطير يعني هو أولا تبين التعقيد في خطابه مثلما هو موجود في خطاب المشايخ التقليديين وعندما تقدم في هذا الخطاب أكثر يعني يمكن أن نقول إنهنت رقاب المسلمين خجلا عندما سمعوا من لسانه أنه قال وهذا هرفيا ترجمنا ما قاله لقد مات الأنبياء وخلت سلحاء الأمة المحمدية ولا شك أن الأولياء كانوا ورثة الأنبياء الذين كانوا أصحاب الكرامات والبركات فهم لا يتراءون بل قد اندفنوا لا شك أن الأولياء كانوا قد ورثوا من الأنبياء ولكن هؤلاء الذين كانوا أصحاب الكرامات والبركات هؤلاء كانوا قداما وقد انتهوا اندفنوا ولا يوجد أحد منهم ثم يقول والإسلام واليوم خال من أصحاب الكرامات ولا نجد بدا من ذكر الكرامات الماضية لا بد أن نذكر كرامات العلياء والصلحاء القدامة أما اليوم فلا نقدر على إظهار الكرامات والخوارك وبالفعل هذا الذي كان يستطيع أن يقدم لأنه على هذه الحالة ولا يستطيع أن يقول بأنه من أصحاب الكرامات والخوارك إلا إذا كانت لديه هذه القدرة وانظروا إلى هذه المعجزة أيضا بأن المسيح المعوود عليه الصلاة والسلام كان قد كتب مقاله أو خطابه قبل بدء المؤتمر والله سبحانه وتعالى قد جاء محمد شيء بتلوي أن يثير هذا التسعول والمسيح المعوود وسلام وفي خطابه كان قد رد على هذه الجزئية مسبقا وبالفعل عندما أثار هذا التسعول وبعد ذلك قرية arse إلى خطاب المسيح المعوود السلام ومع ذاته والسلام قال اليوم الله سبحانه وتعالى أيضا يطي هذه الكرامات والخوارك لعباده وأنا من بينهم وأن الله سبحانه وتعالى يمنوا علي بوهيه وبهذه الكرامات وأنا استطيع أن أظهر هذه الكرامات للناس نعم جزاكم الله أحسن الجزاء مرة أخرى إخواني ماذا قال الشيخ البطلوي أن صلحاء خلت من الأم ما فيش في الأم صلحاء انظروا خطورة هذا الكلام عالم كبير شيخ معروف مشهور في الهند ويقول هذا الكلام وللأسف هذا كلام يردد اليوم لا نرى الأولياء في الأمة واندثروا طب فعلا وين الأولياء الأمة من يمكنك أن تقول عنه هذا ولي ويستجاب دعاءه بشكل خارق للعادة إذا لم يكن فلابد أن يكون هناك إذن ابحث عن مبعوث السماء الإسلام خالي من أصحاب الكرامات الإسلام خالي من أصحاب المعجزات هذا ما يقوله إذن متبر ذلك الدين المقتصر على الخراريف على الأقصيص يقول الإسلام خالي من أصحاب الكرامات لا بد أن نتحدث عن الماضي طب وماذا اليوم الدين الحي الدين الذي يعطيك الثمر اليوم الله الذي تكلم في الماضي لا بد أن يتكلم اليوم الله الذي أحدث المعجزات في الماضي لا بد أن يحدثها اليوم وغدا وإلى يوم القيامة إغلاق هذا الباب دليل على أن الله سبحانه وتعالى ليس راض لأنه يكون قد أرسل مبعوثه أرسل الخادم الصادق لرسول الله سبحانه وتعالى والناس تقبله القضية ليس كما من المواد تحفظ المهم الطاعة لمبعوث السماء الطاعة لله عز وجل أطيع الله وأطيع الرسول إن أطعنا حقا فالله سبحانه وتعالى وعدنا وعد الأمة في كتابه المجيد وعد الله الذين آمنوا منكم معاملوا الصالح قبل الآية الأخرى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق إذن لا بد أن يبقى الأولياء في الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة لا بد الأخيار والأولياء أن يكونوا فيها دائما في كل وقت وفي كل عصر لهذا اليوم الجماعة الوحيدة التي تقول أن الله عز وجل الذي أحدث وأظهر المعجزات والآيات والكرامات في الماضي يحدثها ويظهرها اليوم فتعالوا إلى الإمام المهدي إلى المسيح الموعود إلى خليفة الوقت لتحيو استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم كنا قد بينا أن الحضور الذي حضر في هذا المؤتمر العظيم قد طالبوا بشدة أن يمدد المؤتمر لاستكمال لخطاب حضرة ميرزا غلام أحمد الذي كان في اليوم الثاني والذي استمع إليه الحضور بكل اهتمام واستمتاع وكانوا يتمايلون طربا شوفوا الإعجاب من أثر الخطاب على الحضور على الجماهير كانت تتميل وكأنهم يسمعون غناء يتمايلون طربا لما يذوقونهم من لطائف المعارف وقد اتخذ منظمو المؤتمر قرارا بأن يمدد المؤتمر ليوم إضافي بضغط الجمهور لذلك مدد المؤتمر ليوم رابع فكانت الجلسة الختامية التي عقدت خصيصا لاستكمال خطاب حضرة ميرزا غلام أحمد الإمام المهدي والمسيح الموعود كيف كان ذلك بارك الله فيكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجمهور كان في شوق عظيم لاستكمال هذا الخطاب الذي لم يكتمل فيه في اليوم الثاني وبعد التمديدات المتعددة وبعد تنازل الشيخ مبارك علي أيضا عن وقته لم يتم استكمال سوى الرد على السؤال الأول وهو حالات الإنسان الطبعية والأخلاقية والروحانية وبقي الناس في شوق إلى استكمال هذا المقال وكان ذلك في الجلسة الصباحية في اليوم الرابع الذي مدد لهذا المؤتمر وكان في التاسع والعشرين من الشهر الثاني عشر عام الف وثمانمائة وستة وتسعين كان يفترض أن يبتدئ هذا المؤتمر في الساعة التاسعة ولكن الحضور بدأوا بالقدوم والاحتشاد قبل هذا الموعد وكنا قد رأينا أنه في أول أيام المؤتمر نتيجة لعدم اهتمام الحضور بالخطابات الأخرى لم يأتوا على الموعد ولكن هنا أتوا قبل الموعد لكي يحتشدوا ولكي يحجزوا لهم مكانا وبالفعل بدأ المولوي عبد الكريم السيالكوتي بقراءة بقية هذا الخطاب بأسلوبه الرائع المعهود ثم عاد المشهد الذي شهده المؤتمر في اليوم الثاني مرة أخرى وعادت الحضور تتمايل طربا ويظهرون اهتماما بالغا بكل كلمة ويطلبون إعادة الفقرات التي يستمعون إليها مرة بعد أخرى ورأوا في هذا الخطاب أيضا ردا على كثير من الجوانب التي كانت تشغل أذهانهم وأيضا رأوا ردودا مقنعة وشاملة مباشرة وغير مباشرة على الاعتراضات التي تثار عادة ضد الإسلام وضد تعاليمه وضد حقائق القرآن فهكذا هذا الخطاب أدى أولا إلى تعريف الناس على تعاليم الإسلام وعلى فلسفة تعاليم الإسلام ودافع أيضا عن وجه الإسلام الأغر وبين حقيقته وبدد الشبهات وقارن بين هذه التعاليم والتعاليم الأخرى التي لا يمكن أن تتصل إلى هذه المرتبة التي وصلت هذه التعاليم وكما قال أخي الأستاذ نديم أن البطالوية الذي طلب تمديد خطابه جاء بهذه الكارثة وهي أن الصلحة قد خلوا من الأمة وأن الكرامات لا أثر لها اليوم في هذه الأمة الإسلامية فهنا يجب أن نلتفت إلى جانب إعجازي وإلى نوع من المعجزة التي حدثت في هذا الخطاب وهي أن الخطاب أصلا كان قد أعد مسبقا من المسيح الموعود والإمام المهدي عليه الصلاة والسلام ولكن شاء الله تبارك وتعالى فعلا هنا أريد من المشاهد أن يركز بما سيقوله الأستاذ تميم عن هذه المعجزة لأن الله سبحانه وتعالى كان يعلم بسابق علمه ماذا سيحصل فانظروا كيف ربت بالله سبحانه وتعالى هذه النقطة انظروا استمعوا جيدا نعم يعني كان اليوم الثالث الذي الذي أعطي فيه البطال وقتا إضافيا آخر لأن خطابه كان في اليوم الأول ولكنه بعد أن طلب الجمهور التمديد للتمديد في اليوم الثاني أعطي في اليوم الثالث الوقت الذي كان مخصصا للشيخ التنكي فعندما تكلم فعلا أدى إلى كارثة وكان يوما كئيبا على المسلمين في المؤتمر وشعروا بالإحباط الشديد فالله تبارك وتعالى رتب أن يبين المسيح المعود عليه الصلاة والسلام هذا الأمر يعني هنا يجب أن نلتفت إلى شيء مهم جدا أصلا ماذا كانت غاية هذا الخطاب بشكل عام هذا الخطاب يبين بأن ترقي الإنسان من الحالة الحيوانية إلى الحالة الأخلاقية ثم إلى الحالة الرحانية إنما هو الغاية والهدف من تعاليم الإسلام وأن الإسلام يقدم هذا المنهج الذي هو غاية الشريعة لكي يصل الإنسان إلى الله ولكي ينشئ العلاقة مع الله تبارك وتعالى ولكي يصبح إنسانا ربانيا يستجيب الله دعاءه ويحصل على النجاة والبركة والحياة الهانئة والسعيدة ويعيش جنته في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة فإذا كان المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يقدم هذا الموضوع بصورة نظرية ولم يكن هو بنفسه مثالا على هذا الأمر فيصبح الموضوع مجرد أمر نظري لا قيمة له ولكنه كان يتحدث عن واقع تجربة يتحدث عن طريق سلكها هو بنفسه ونال هو بنفسه هذه الثمرات وقال في هذا الخطاب يريد أن يشهد الله تبارك وتعالى ويشهد الناس فما جاء في هذا الخطاب هو قوله أكون قد ظلمت بني جنسي إن لم أعلن لهم في هذه الساعة أن هذا المقام الروحاني الذي وصفته هذا الوصف وأن مرتبة التشرف بمخاطبة الله ومكالمته التي فصلتها الآن ميسرة لي بفضل الله تبارك وتعالى وعنايته ذلك لكي أمنح العميان البصيرة وأدل الباحثين على ضلتهم المنشودة وأبشر من يقبل الحق بتلك العين الصافية التي يتحدث عنها الكثيرون ولكن قليل ولكن قليل هم الذين يجدونها إنني أؤكد للمستمعين الكرام أن الإله الذي بلقائه يجد الإنسان النجاة والسعادة الأبدية لن يجده أحد إلا باتباع القرآن المجيد يا ليت الناس يرون ما رأيت ويسمعون ما سمعت ويتركون الأقاصيص ويقبلون على الحقيقة مسرعين إنني أؤكد للطالبين جميعا أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يبشر بهذا الصراط وأما الأمم الأخرى فقد ختمت على وحي الله من زمان بعيد وعلموا يقينا أن ختمهم المزعوم هذا ليس من الله الرحمن وإنما هو عذر انتحله الإنسان عند الحرمان أيها وهذا شيء جميل جدا إنهم لم يجدوا هذا الأمر لذلك أعلنوا أنه ليس موجودا كما قال البطالوي للأسف فمن العيب والعار أن ينسب هذا الأمر إلى الإسلام كان يمكن أن يقول إنني لم أستفد شيئا بفهمي للإسلام لو كان صادقا ولكن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يقول إنني سرت على هذه الطريق وعلى هذه الصراط ووصلت إلى هذا يتابع حضرته ويقول وعلموا يقينا أنه كما لا يمكن لنا أن نرى بغير العيون أو أن نسمع بدون الآذان أو أن ننطق بغير اللسان كذلك من المستحيل أن نرى وجهه ذلك الحبيب الودود بدون القرآن سبحان الله العظيم كنت شابا وقد صرت الآن شيخا ولم أجد أحدا شرب كأس هذه المعرفة البينة بدون هذه العين الصافية من من المسلمين لا يريد أن يقف معيدا لهذا القول وهو عيده نعم يقول يعني فعلا هذا شيء جميل يعني كيف يدعو الناس إلى القرآن الكريم يقول وعلموا يقينا أنه كما لا يمكن لنا أن نرى بغير العيون أو أن نسمع بدون الآذان أو أن ننطق بغير اللسان كذلك من المستحيل أن نرى وجه ذلك الحبيب الودود الله تبارك وتعالى بدون القرآن كنت شابا وقد صرت الآن شيخا ولم أجد أحدا شرب كأس هذه المعرفة البينة بدون هذه العين الصافية نعم ونلخص ما ذكره المسيح المعود عليه السلام ببيت شعر كتبه في اللغة الفارسية لا شك أن الكرامات والخوارق قد اختفت اليوم من العالم لكن تعالى تعالى لتراها عند غلمان محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أن الكرامات والخوارق قد اختفت اليوم من العالم لكن تعالى لتراها عند غلمان محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا نشاهد معا إخوتي وأخواتي بعض الشهادات عن كتاب فلسفة تعاليم الإسلام هناك شهادات كثيرة سوف نأخذها بالترتيب نأخذ من المجموعة الأولى الدكتور جواني من اليابان وسيدة سلامة والمفكر والفيلسوف الكبير المشهور توليستوي الروسي ماذا كتب وماذا قال عن كتاب فلسفة تعاليم الإسلام تعالوا نشاهد معا كان قد جاء من اليابان إنه الدكتور في العلوم الطبية وتعرف على الجماعة من خلال معرض الكتاب العالمي في توكيو كان يبحث منذ عشرة سنوات في مختلف المذاهب والمجتمعات الدينية نفر من المسيحية وصار يبحث عن الحق أعطيت له ترجمة يابانية لكتاب المسيح الموعود عليه السلام فلسفة تعاليم الإسلام لما بدأت قراءة فلسفة تعاليم الإسلام تعذر علي أن أنام قبل إنهاء هذا الكتاب ولما أنهيت قراءته حتى الصباح تيقنت أن الإسلام هو الدين الحق وهو طريق الصدق والسداد وخلال سنة واحدة قرأ كتاب فلسفة تعاليم الإسلام لخمسين مرة يقول أيضا الفلسفة التي قدمها المسيح الموعود عليه السلام تحتوي على جذب غير عادي وقد حضر الجلسة السنوية في بريطانيا وبايع في مسجد فضل بلندن كانت زميلتي في مكان عملي روسية وكانت مسيحية دينا فبدأت النقاش معها حول الدين وقالت لي في أثناء النقاش أنها ليست مطمئنة ومقتنعة من دينها فعرفتها بالأحمدية أي الإسلام الحقيقي وأعطيتها كتاب فلسفة تعاليم الإسلام فقالت بعد قراءته أنها وجدت فيه الأجوبة على جميع الأسئلة التي كانت تدور في خلدها وأنها مقتنعة الآن بأن الإسلام هو الدين الصادق والحق ثم قرأت أدبيات الجماع الأخرى أيضا وظل إيمانها يتقوى يوما إثر يوم على صدق الإسلام حتى سافرت إلى قاديان وبايعت هنالك وهي مشتركة الآن في نظام الوصية أيضا ليوتو لستوي يتعرف إلى الإسلام عن طريق الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام قرأ الكاتب الروسي الشهير الكونت ليو تلستوي الترجمة الإنكليزية لكتاب فلسفة تعاليم الإسلام الذي كتبه حضرة المسيح الموعود ميرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية وقد علقت لستوي قائلا لقد استحسنت كثيرا وأعجبت بالفكرة التي يطرحها الكاتب عن كيفية التخلص من الخطيئة وعن الحياة الآخرة إنها أفكار عميقة جدا وصحيحة جدا ومما قاله بعد الطلاعه على الكتاب أيضا لطالما كان موقف محمد أرقى من الفكر المسيحي فهو لا يعتبر الله بشرا ولا يساوي نفسه مطلقا مع الله لا يعبد المسلمون إلا الله وما محمد إلا رسوله لا غموضة في الإسلام ولا أسرار نعم مشاهدين الأكارم إن شاء الله سوف تشاهدون أيضا لقاءات جديدة من بعض الإخوة الذين تأثروا من كتاب فلسفة التعليم الإسلام لكن نعود إلى تلك الفترة ماذا قالت الصحافة ولكن قبل ذلك الأستاذ تميم أردت أن تضيف شيء نعم يعني بعد ما حدث الواقع لقد تحقق النبأ الذي أنبأ عنه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام مسبقا وهو فاق المقال أي تفوق هذا الخطاب فما أن انتهى هذا الخطاب بمنتهى الروعة والعظمة حتى بدأ المسلمون يهنئون بعضهم بعضا ويهنئوا أيضا أتباع الأديان الأخرى يهنئون المسلمين على هذا الانتصار يعني يقولون فعلا يعني يحق لكم أن تفخروا بهذا الدين العظيم الذي قدمه هذا المدافع والمحامي عن الإسلام ميرز غلام أحمد القادياني والطر المولوي أيضا الشيخ محمد حسين البطالوي أن يقر طوعا أو كرها بأن التأثير الكبير لهذا الخطاب كان من الله تعالى يعني جيد على كل حال أنه تحت هذا الضغط لأنه فعلا لو وقف موقفا آخر لكان الأمر مغزيا للغاية ولكن الله تبارك وتعالى أحيانا يأخذ الشهادة من أشد المخالفين وخص في جوك هذا الجو يعني الجو كان فعلا جوا ليس معقولا المسألة ليست متعلقة على كل حال بوصفنا نحن وإنما كما قلنا ما قرأتموه في المقدمة من تقرير المؤتمر هذا التقرير لللجنة المنظمة للمؤتمر كان فيها اثنان من المسلمين وفيها اثنان من الهندوس واثنان من السيخ وإندما يصاغ الخطاب أو يصاغ هذا التقرير من هذه اللجنة فحتما هذه صياغة غير متحيزة لأن الأكثرية أصلا من غير المسلمين هذا أولا ثم هنا ستجدون وسنسمع الآن عددا من الشهادات للجرائد المتنوعة والمختلفة التي قاربت التي قرضت هذا المقال وقاربت أكثر من عشرين جريدة من بينها مثلا سيفل أند ميليتري جازيت وهي جريدة كانت بريطانية مشهورة وبيسا أخبار وجود هند صدر والبندي سراج الأخبار مشير الهند في لهور صادق الأخبار عدد كبير من هذه الأمور أذكر هنا قليلا مما جاء في جريدة سيفل أند ميليتري جازيت جاء في تقريرها في هذا المؤتمر كانت لدى الجمهور رغبة عارمة قلبية خاصة في مقال ميرزا غلام أحمد القادياني الذي يتمتع ببراعة كاملة في الدفاع عن الإسلام لقد حضر لسماع هذا المقال جمع غفير من أتباع الديانات المختلفة من أماكن قريبة ونائية ولما لم يستطع حضرة الميرزا حضور المؤتمر بنفسه فقد قرأ مقاله أحد تلاميذه الأفاضل المولوي عبد الكريم السيالكوتي استمرت قراءة هذا المقال ثلاث ساعات متتالية يوم 27 يعني في اليوم الثاني والجمهور منصة إليه في صمت وابتهاج ومع ذلك لم يكتمل منه إلا الرد على السؤال الأول ووعد المولوي بقراءة ما تبقى من المقال إذا منح له وقت إضافي فوافق رئيس المؤتمر ومنظمه على أن يمتد المؤتمر ليوم 29 كما ذكرنا وأيضا هناك تقرير تقريبا من نفس الكلمات ذكرته جريدة البنجاب أوبزيرفر وهي جريدة أيضا إنجليزية نشرت تقريرا تقريبا بالكلمات نفسها عن هذه الأحداث لهذا المقال وهذا المؤتمر نعم أستاذ هناك طبعا جرائد أخرى لا نمكن أن نذكر كل الجرائد لكن هذه شهادات عظيمة جدا ماذا قرضت صحف أخرى في ذلك الوقت لهذا الخطاب الجليل تعالوا معا نسمع للأستاذ نديم نعم نحن لا بد أن نضع في الاعتبار أن المسيح المعوض عليه الصلاة والسلام كان قد نشر إيلانا مسبقا قبل بدع هذا المؤتمر أن خطابي هذا سيكون متفوقا في هذا المؤتمر وسيكون غالبا على جميع الخطابات التي تلقى في هذا المؤتمر وهذا ليس شيء عادي لا يمكن أن يقول أحد إلا إذا كان واثقا مئة بالمئة من هذا الكلام وهو كان واثقا لأنه تلقى هذا وحيا من الله سبحانه وتعالى بأن مقالك سوف يفوق في هذا المؤتمر كيف فاقا المقال؟ يعني عندما ننظر إلى هذا المؤتمر فيمكن أن نجد ثلاثة أناصر التي إذا اعترفت أو أقرت فيمكن أن يفوق المقال مثل العنصر الأول الجمهور الذين يسمعون والثاني اللجنة والمنسقون والثالث الإيلام ماذا رأينا؟ الجمهور كانوا قد عجبوا لدرجة أنهم ما كانوا يبرحون القاعة وحتى بضغط من الجمهور قد مدد اليوم وماذا كانت ردت فيل اللجنة والمنسقين؟ أنتم قرأتم في المقدمة كيف أنهم كانوا متشوقين وقد عجبوا وكيف كانت انتباعاتهم تجاه هذا المقال والآن الأنصر الثالث هو الإيلام كيف تناولت الإيلام؟ هذا الحدث الحام قرأت الأستاذ طميم بعد سیولاند ملتری غزت هذه الجريدة ماذا كتبت وأنا أقرأ تقریض آخر من صحيفة اسمها چودمي صدی صحيفة اسمها چودمي صدی يعني القرن الرابع وهذه الصحيفة للمسلمين ليس للأحمدين لعنى للمسلمين العاديين كيف أنهم يعني عجبوا بالمقال وقالوا أنه دفاع عن الإسلام قال في هذه الجريدة قال لقد اشترك في هذا المؤتمر كل من المولوي ثناؤل والمولوي محمد حسين بطالوي والبعض اللولماء لآخرون وبعد ذلك قال كان أروع المقالات كلها وروح هذا المؤتمر مقال ميرزا غلاء محمد القادياني استغرقت قراءة هذا المقال يومین حيث استمر لأربع ساعات ونحن ذكرنا ذلك ويقول ويقدر حجم هذا المقال مئة صفحة بقطع قبير وما أن بدأ المولوي عبد الكريم قراءته إلا وعجب به الجمهور إعجابا شديدا كانوا بعد كل جملة يرفعون الهتافات ابتهاجا وثناء وأحيانا كانوا يطلبون من الخطيب إعادة بعض الفقرات لم تسمع آذاننا أبدا مقالا جميلا كهذا ما شاء الله انظروا هذه شهادة الحق أما المقالات الأخرى من أي ديانة أو مذهب فلم يتضمن أحد منها في الحقيقة ردا للأسئلة المطروهة بل تناول كل خطيب السؤال الرابي فقط ماذا كان السؤال الرابي؟ كان السؤال الرابي تعثير الأعمال الصالحة في هيئة الإنسان وفي آخرته فكل واحد تقريبا تناول الرد على هذا السؤال أما المسيح المعود الله صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي تناول جميع العسئلة ورد عليها ردا شافيا ثم يقول وكان موظم الخطباء يتحدثون بكلام فارغ لا تعلم منه اللهم إلا ما كتبه حضرة المرزة فإنه تناول جوابا مفصلا وكاملا لكل سؤال على هدى وإن مقاله هو وحده الذي أنصت إليه الحضور بإهتمام ورغبة شديدين وكانت أفكاره عالية وقيمة جدا الآن يقول إننا لسنا من أطباع حضرة المرزة ولا نمت إليه بسلا ولكننا مع ذلك لا نستطيع أن نتخلى عن العدل والإنصاف أبدا ولا يمكن لأحد من زويل نظر السليم والضمائر الحية أن يقوم بمثل ذلك لقد أجاب حضرته كما هو المفروض على الأسئلة كلها مستندا إلى ما ورد في القرآن الكريم وصاق أدلة أقلية وفلسفية على صدق موظم التعاليم الإسلامية الهامة من أصول وفروغ كان أولا يسوق الأدلة المنطقية على صدق المسائل الدينية ثم يتبعها بآيات من كلام الله تعالى وكان لهذا الأسلوب الراعي شعن أجيب وتأثير كبير وذكر أشياء كثيرة ثم يقول كان مقاله مكتملا وشاملا من كل النواحي رصعه باللعالي المتعلقة من المعارف والحقائق والحكم والأسرار لقد أرد فلسفة الإلهيات بأسلوب انبهر به أتباع كل الديانات ولم يشهد الناس خطاب أي خطيب بالعدد الذي كانوا موجودين لدى قراءة مقاله كانت القاعة بكل توابقها مزدهمة بالخلق الذين استمعوا إليه باحتمام وإنصاد ويكفي لبعان الفارق الكبير بين مقال حضرت المرزا ومقالات الآخرين أن نذكر أن الناس ازدهموا لدى قراءة مقاله ازدهم الذباب على العصل ولكن أثناء خطاب الآخرين كان الحضور يتركون مقائدهم ويخرجون سأمن ومللان كانت محاضرة محمد الثاني بتالوي عاديا يعني هو يعلق لجميع يقول كان عاديا جدا تضم أفكار المشايخ المعتادة التي نسمعها كل يوم ولم يكن فيها أمر جديد وأثناء الجدد الثاني من خطابه انصرف كثير من الناس ولم يسمع يسمع للشايخ بدل دقائق إضافية لإكمال محاضرته ثم يقول باختسار كان المقال ممتعا وعظيما يستحيل وصف محاسنه دون قراءته ويقول حتى أن كبار عاداء الإسلام كانوا يمدحون هذا المقال ويثنون عليه ذلك اليوم وبما أن المقال سينشر قريبا ضمن التقرير لذا نشجع القراء أن يترقبوه ثم يعني يعطي لكل واحد حقه يقول كان أسلوب المولوي ثناولا لم رثري أيضا من المسلمين كان جيدا نوعا ما إلا أن محاضرته كانت تتسم بسمة الوعظ عموما ولم تكن فلسفية التي كان المؤتمر يريدها على كل حال نشكر الله على أن ذلك اليوم كسب الإسلام سيطا وترسخت عظمة الإسلام في قلوب غير المسلمين سواء أقر بها باللسان أم لا نعم جزاء الله سنجزاء فعلا هذه لآلئ هذه الشهادة العظيمة الشهادة الحق على هذا الخطاب الجليل الذي وصفه بأنه أروع الخطابات وكان روح المؤتمر والإعجاب الشديد للجمهور هذه اعترافات الصحفيين الذين اشتركوا في هذا المؤتمر الآن نريد أن نأخذ بعض الشهادات التي وجدها عبر الإنترنت وغير أحمديين لأنهم أيضا يختلفون معنا لكن لا بد أيضا أن نرى معا هذه الشهادات تعالوا نشاهد هذه الشهادات معنا أما كتابه فلسفة تعاليم الإسلام فهو من أجمل ما كتب الميرزى موضحا وشارحا لفلسفة الأخلاق وتعاليم القرآن ومعنى الوحي وإثبات البعث والحساب وهو عبارة عن محاطرة ألقيت بالأردية في مؤتمر الأديان الذي انعقد في الهند عام 1896 ولو لم ينشغل فكر الميرزى في تأليف الكتب التي تثبت أنه مسيح آخر الزمان وجعل كل كتبه على شاكلة هذا الكتاب لا قدم للمسلمين زادا فكريا وفلسفيا يجعله بحق من فلاسفة الإسلام العظام هذا الكتاب لم يكن لقاء الأول بالقادياني فقد سبق وأنقابلته من خلال كتابه فلسفة تعاليم الإسلام والذي أعتبره الدرجة الأولى لفهم الدين الصحيح قبل الشروع في رؤية كمالاته أشهد الله أن ما جاء في هذا الكتاب هو الحق وأزال من عند الكثير من اللغط بشأن الدين وأنصح الجميع القراءة له وليس عنه والبحث عن الأجوبة من داخل كتبه وليس من خارجها فقد أجاب عن الكثير الكثير وما دار في نفسي سؤال أو شك إلا وأجاب عنه وأزاله الكتاب مفيد جدا سواء اتفقنا أو اختلفنا مع مفهوم الجماعة أو خلافتها وأهدافها فقط كن حيادي وأنت تقرأ وتذكر أننا جميعا طلاب علم ونسعى لفهم الدين الصحيح فلا يغر أنك اختلافك مع شكليات تخص تلك الجماعة ويوقع كذلك في بئر الكبر وتأبى أن تقرأ بحجة ما تسمعه فقط اقرأ وحكم عقلك قد ألقى خطبا منذبون عن تسع أديان وجماعات مختلفة منها الهندوسية والمسيحية والسيخية والإسلام فكان ميرزا غلام أحمد القادياني قد قدم مقالا يجيب عن هذه الأسئلة من وجهة نظر إسلامية مجددة تخص جماعته الكتاب يطرح إجابات مضيئة كأن الجماعة الأحمدية تنظر إلى كل شيء من عدسات مكبرة فاحصة لجواهر الأشياء ربما أختلف معهم في العديد من المعتقدات وأسلوبهم في دس معتقدهم بالعسل وأسلوبهم الممل أحيانا في إطالة الطرح كأنه يريد أن يحشو كلمات ليس أكثر ربما عيب ناقل أو مترجم ولكن هي سنة الحقيقة التي لا تكتمل لأحد ولا جدال حول الاختلافات العقائدية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ما يهمنا في هذا الكتاب هو التجديد وإلقاء الضوء على جوانب ظلت مظلمة بتأويلات ثابتة في كون قد خلقه الله متغيرا لكل إنسان عقله ونورا للبصيرة فأمنياتي للبشرية بما هو أقرب للحقيقة نعم مشاهدين الأكارم نخرج إلى فاصل قصير نستمع إلى قصيدة من قصائد سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود حضرة ميرز أولام أحمد نعود معكم إلى أجواء هذا المؤتمر العظيم وأيضا سوف نشاهد معا لقاءات لإخوة من دول مختلفة عن هذا الكتاب أثر هذا الكتاب في نفوسهم وفي تغيير حياتهم وتقبولهم للإسلام العظيم كونوا معنا الحوار مباشر جرأة في الحق صدق في العرض محبة في الحوار واحترام للرأي الآخر يا قلبي يذكر أحمدا عين الهدى مفن العدى بر كريما محسنا بحر العطايا والجدى بدر منير زاهر في كل وصف حمدا إحسانه يصب القلوب وحسنه يروي الصدا الظالمون الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسع وراء كاره لما بدا أطلب نظير كاره أطلب نظير كماله أطلب نظير كاره يوما وإن طال المدى كم من منازعة جرات بيني وأقوام العدى حتى انثنيت مظفرا وموقرا ومؤيدا يا أيها الناس اتقوا يوم يشيب ثوهدا آلامه ما تنقضي وأسيره ما يفتدا والله إني ما ضللت وما عدمت عن الهدى لكنني مذلم أزل ممن إذا هدي اهتدى لله حمد ثم حمد قد عرفنا المقتدى كادت تعفيني ضلالات فأدركني الهدى يا صاح إن الله قاد أعطى لنا هذا جدا هو ليلة القدر التي تعطي نعيما مخلدا اليوم تكفرني وتحسبني شقيا ملحدا يا من تظن الماء من حمق سرابا واعتدا السبر سهل هين إن كان فهم أو صلا والله لو كشف الغطاء وجدتني عين الهدى ونظمت في سلك الرفاق وجئتني مسترشدا ونظمت في سلك الرفاق وجئتني مسترشدا مسترشدا أهلا مشاهدينا الأكارم والآن نتابع مع بعض التزيلات لكن قبل ذلك أريد بالأستاذ تاميم أن يذكر لنا أيضا بعض الصحف ماذا كتبت في ذلك الزمان على أثر هذا المؤتمر العظيم يعني هذه الشهادات هي شهادات ليست منحازة صحيح شهادات واقعية تبين حال وأجواء وتأثرات المشاهدين والجماهير الغفيرة التي حضرت هذا المؤتمر العظيم مؤتمر الأديان نعم بارك الله فيكم هناك تقرير لجريدة جنرال وجوهر آصفي في كالكوتة حول هذا الانتصار العظيم الذي حدث في مؤتمر الأديان هنا يجدر الانتباه أن هذه كالكوتة منطقة بعيدة جدا عن لهور يعني الهند هذه قارة كبيرة الهند شبه قارة ووصول أخبار هذا المؤتمر في ذلك الوقت إلى جميع أرجاء الهند وتعليق الجرائد الهندية على هذا المؤتمر سواء كانت الناطقة بالإنجليزية أو الأردية أو اللغات الأخرى هذا كان شيء ليس عاديا على الإطلاق يعني لم يكن مجرد حدث عادي بسيط يحدث في منطقة ولا يلتفت إليه أحد وتذكرها كم ذكرت كم جريدة ذكرت أكثر من 20 تقريضا هذا طبعا الذي جمع أو الذي عرف لدينا ولكن لا شك أن هناك ما هو أكثر من ذلك يعني نلاحظ مثلا لأن التقارير في ذلك الوقت لم تكن لم يكن هناك فاكس ولم يكن هناك إنترنت فكانت عادة تأتي متأخرة فهذا التقرير نشر في 24 واحد عام 1897 يعني تقريبا بعد شهر من هذا المؤتمر لأن المنطقة بعيدة كما قلنا فقيل في هذا التقرير قدر ما اكتشفنا الحقائق وجدنا كل طالب حق متشوقا جدا للاطلاع على أحداث هذا المؤتمر فأي قلب لا يبحث عن الحق فأي عين لا تضطرب لرؤية لمعاني الحق وأي عقل عسى أن يميل إلى غير تحر الحق طبعا هذه كانت مقدمة يذكرون فيها هذا الكلام لكي يبينوا بأن الجميع كان يتطلع في ذلك الوقت إلى هذا المؤتمر وإلى نتائج هذا المؤتمر قيل في هذا التقرير أيضا فقبل الحديث عن وقائع المؤتمر نرى من الضروري أن نذكر أنه قد سبق أن تناقشنا على صفحات هذه الجريدة عن من هو أفضل وأحق مسلم للدفاع عن قضية الإسلام في هذا المؤتمر منذ البداية عندما دعي إلى هذا المؤتمر كانت الجريدة قد بدأت وقامت بعمل نوع من الاستفتاء أو يعني بدأ الناس يدلون بأرائهم على صفحات هذه الجريدة وكان أحد مراسلين الكرام قد رشح دون أي تعصب وتأييدا للحق اسمها حضرة ميرزا غلام أحمد زعيم قاديان وتصادف أن اقترح اسم حضرته أيضا أو أن اقترح اسم حضرته أيضا واحد من أصدقائنا الكرام في رسلته إلينا كان المولوي سيد فخر الدين قد رشح بكل قوة وشدة وبأدلة قوية اسم حضرت ميرزا غلام أحمد القادياني واسم السير سيد أحمد مؤسس يعني سيد أحمد خان مؤسس جامعة الإقراء يعني هؤلاء كانوا فقط ذكروا اسم المسيح المعود أولا ثم أحد آخر ذكر سيد أحمد خان وقال كما كان قد أخرج يعني أسماء عدد من هؤلاء يعني لكي يدافع عن الإسلام كمثل محمد الشيخ يعني أبو سعيد محمد حسين البطالوي والكانبوري والعظيم أبادي وغير ذلك يعني ذكروا عددا من هؤلاء المشايخ ولكن كان هناك إجماع على أن أول وأحق من ينبغي أن يدافع عن الإسلام هو المسيح الموعود والإمام المهدي حضرت ميرزا غلام أحمد عليه الصلاة والسلام ذكروا في هذا التقرير كيف أن منظم المؤتمر قد دعا الناس وحرضهم لكي يشاركوا في هذا المؤتمر فلا حاجة لأن نذكر ذلك وأن نعيد ذلك ثم قالوا في هذا التقرير لقد علمنا من مصادر موثوق بها أن منظمي المؤتمر وجهوا الدعوة بالبريد خاصة إلى حضرت ميرزا غلام أحمد وإلى السير سيد أحمد خان يعني سيد أحمد خان أما حضرت ميرزا فلم يستطع أن يحضر المؤتمر بنفسه الاعتلال لصحته إلا أنه بعث بمقال له واختار لقراءته على مسامع الناس تلميذه الخاص المولوي عبد الكريم السيا الكوتي أما السير سيد أحمد فلا هو حضر المؤتمر ولا أرسل أي مقال وليس ذلك لأنه قد صار طعنا في السن ولا يقدر على حضور مؤتمر كهذا أو لأنه كان قد تقرر عقد مؤتمر علمي في مدينة أخرى ليسمى ميرت فيها توريخ نفسها وإنما لأن المؤتمرات الدينية لم تكن لتجذب اهتمامه وقد صرح في رسالته أنه ليس بواعظ ولا مرشد ولا شيخ وهذا العمل يخص الواعظين والمرشدين يعني هذا لكي يعلم الناس حقيقة هذا الرجل الذي لا شك أنه كانت له جهود مشكورة في الدفاع عن الإسلام ولكن الواقع أنه ليس لهذا العمل ولا هذا العمل له وهو بنفسه قد اعترف بذلك وأيضا بالنسبة للشيوخ الآخرين هناك من لم يبدي أي اهتمام في حضور المؤتمر أو في إرسال مقال ثم يقول التقرير الحق أنه بعد أن ذكروا كيف حدث في المؤتمر وماذا كانت النتيجة الحق أنه لو لا مقال حضرة الميرزى في هذا المؤتمر لنحق بأهل الإسلام وصمة عار وهوان وندامة أمام أتباع المنى للأخرى ولكن يد العناية الإلهية القوية ساندت الإسلام وأنقذته من السقوط والهوان بل كتب لدينه بهذا المقال يعني الله تبارك وتعالى كتب لدينه بهذا المقال نصرا وغلبا حتى إن الأعداء قبل الأصدقاء بحماس فطري لم يتمالكوا أنفسهم فقالوا إن هذا المقال غالب على غيره وأفضل مما سواه بل لقد جرى الحق على ألسنة المعاندين عند انتهاء المقال فاعترفوا قائلين الآن انكشفت لنا حقيقة الإسلام ولا شك أنه قد انتصر هذا من الذي سجله سجله المراسل المراسل هذه الجريدة الذي كان يحضر يعني انظروا الأمر أشبه بالتواتر هذه الأخبار التي تحدثت عن هذه النتيجة المذهلة لهذا نعم فلا ما جال لأحد بعد اليوم أن يعارض هذا الانتخاب الجماعي من مسلمي الهند الذي ثبت صوابه كالسهم الذي يصيب الهدف بل الحق أنه كان مدعاة شرف ومفخرة للمسلمين وشوكة وعظمة للإسلام ثم إنه الحق الواقع يعني انظروا ماذا يقولون إن انتخاب المسيح المعود مدافعا للإسلام ليقدم هذا المقال في هذا المؤتمر هذا أمر ينبغي أن لا يعترض عليه أحد وقد كان انتخابا صحيحا وسليما فهذا من أهم ما ورد في تقريري هذه الجريدة التي نشرته في الرابع والعشرين من الشهر الأول في عام 1897 أي بعد شهر تقريبا من هذا المقال مما يعني أن دوي هذا الانتصار لم يكن قد خمد ولم تكن المسألة مجرد لقاء عابر أو مؤتمر عابر عقد ثم زال أثره بل بقيت هذه الحالة وهذا الروح متأججة في الهند لفترة طويلة وما زال هذا الكتاب يذكر بهذا الحدث وما زال يعطي الأثر نفسه كلما وقع في يد أحد المنصف وقرأه نعم جزاكم الله حسن نأخذ مجموعة أخرى من الذين أعجبوا بهذا الكتاب تعالوا معا نشاهد هذه المداخلات بعد التعرف إلى الأحمدية استغربت نوعا ما من أن الإمام المهدي جاء ورحل ونحن نسمع عنه الآن فتأملت ودعوت الله أن يرشدني وبدأت أقرأ كتب الجماعة على موقع الجماعة العربي فأول كتاب قرأته كان ترجمة كتاب فلسفة تعليم الإسلام وقد قرأته مرات كثيرة عندما قرأت في هذا الكتاب موضوع العدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وبعد ذلك قرأت كتاب التبليغ وجدت هذه الكتب بحارة دقائق الروحانية والمعارف الدينية فجرى على لساني كثيرا لقد وجدت كنزا في إحدى الليالي أثناء الصلاة خفت كثيرا لما قرأت قوله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وطلبت من الله الهداية إلى الصراط المستقيم في ذلك الوقت نفسه طرق بابي شاباني وسألاني عن القاديانية فأخرجت لهما كتابا وشرعت أقرأ عليهم منه شيئا حول كفر هذه الجماعة وفجأة شعرت وكأنني أخطئ خطأا كبيرا فأغلقت الكتاب وفكرت بأنني أتكلم عن جماعة لم ألتقي قط مع أحد من أفرادها وإنما أتكلم عنها مما سمعت وقرأت بعد ذلك تعرفت على أحد الإخوة الأحمديين يدعى بدر الذي أعطاني كتاب المسيح المعود عليه السلام فلسفة تعاليم الإسلام فلم أستطع أن أترك هذا الكتاب قبل إكمال قراءته شعرت بمطالعتي لهذا الكتاب وكأن كل ذرة من كيان هذا الشخص قد تشربت الإسلام إنه لا ينقل الإسلام المتداول بل الإسلام الذي جربه ورآه بأم عينيه لا شك أنه رجل مقرب إلى الله بعد ذلك قرأت جميع كتب المسيح المعود عليه السلام العربية واستفدت منها كثيرا وقد ترك كلامه علي تأثير السحر ثم استخرت الله بعد ذلك وسمعت آية كريمة عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقال عند استفساري إن ميرز غلام أحمد هو سفينة النجاة للخلاص من الفتن في هذا العصر كما ذكرت أنه كان شاب مدلل وعابس ولم يكن يهتم بالأمور الدينية بتاتا ثم تهب مرة لزيارة بعض أصدقائي في القاهرة وعلى مائدة صغيرة مثل هذه وجد كتابا فأخذه وأخذ يتصفح فيه ومواضيع الكتاب أثارت انتباهي حتى أنه طلب من مظيفه إذا كان يمكن له أن يقترض الكتاب ويقرأه فوافق المظيف وأخذ هو الكتاب وبدأ قراءته ولم يتركه إلا بعد أن انتهى من كل الكتاب وأثر فيه هذا الكتاب تأثيرا شديدا وهذا الكتاب كان أحد مؤلفات الإمام المهدي والمسيح المعوض عليه السلام وكان مترجم إلى اللغة العربية واسمه الخطاب الجديد أو فلسفة الأصول الإسلامية وبسبب هذا الكتاب تغيرت حياته تماما فتحول من شاب عابث إلى شاب متدين وأراد أن يعرف الكثير عن هذه الجماعة وعن هذا الرجل الذي كتب هذا الكلام في الإسلام نعم كان هذا الرجل المرحوم أحمد حلمي كان كما ذكر المرحوم الأستاذ مصطفى ثابت شابا عابثا لا علاقة له بالدين لكن عندما اطلع على كتاب فلسفة تعاليم الإسلام تغير كليا وانجذب إلى الدين وأصبح رجلا متدينا يحب الله ويحب الرسول ويحب الدين نعم سوف نشاهد مقاطع أخرى وفيديوهات أخرى لكن بعد أن نطلع على موضوع الترجمة لقد ترجم هذا الخطاب الجليل إلى لغات العالم ومنها العربية باسم فلسفة تعاليم الإسلام وبعد نشره لاقى ثناء حسنا عظيما نريد أن نطلع على بعض اللغات التي ترجم إليها هذا الكتاب وكذلك بعض التعليقات على هذا الكتاب بعد نشره أستاذ نديم كان المسيح المعودة لسلاته السلام كان قد قال أن انتشار هذا المقال على نطاق واسع سوف يكشف زيف الأديان الباطلة ويظهر أن حقانية القرآن الكريم سوف تنتشر من خلال نشر هذا الخطاب تنتشر يوما في يوما في الأرض حتى تكتمل دائرتها فبالفعل هذا الخطاب ترجم إلى جميع اللغات الكبيرة في العالم وإلى الآن قد ترجم هذا الخطاب إلى خمسة وخمسين لغة عالمية وفي لغات أخرى يعني في طور الترجمة إن شاء الله في خمسة وخمسين لغة عالمية قد ترجم هذا الخطاب إلى الآن أما باللغة الإنجليزية فأول ما ترجم هذا الخطاب باللغة الإنجليزية في 1910 وترجمه مولو محمد علي وراجعه مستر محمد أليكسندر رسل ويب من أمريكا من كان هذا الرجل؟ هذا كان يعمل في السفارة الأمريكية في فلبين وعندما انتشرت إعلانات المسيح المعودة لسلام في أوروبا وأمريكا نشأت في قلبه رغبة في اعتناق الإسلام وبدأ بمراسلة المسيح المعودة لسلطة السلام التي عدى في النهاية إلى إسلامه ثم وقف حياته لنشر الإسلام فهذا الشخص راجع ترجمة هذا الكتاب كذلك شارك في المراجع مولو شعر علي و جودري غلام محمد سيالكوتي كيف كان تعثير هذه الترجمة؟ ففلسفة التعليم الإسلام فعلا عجب به المفكرون الغربيون أيضا عندما وصلت هذه الترجمة إلى أمريكا وأوروبا نالت قبولا هائلا وأشاد به المفكرون في الغرب ونحن سمعنا المفكر الروسي الشهير تولستاي الذي قال هذه أفقار أمريكا وصادقة جدا وقد جاء في Theosophical Book Notes كتب الأصول المتوازن الجدير بالمدح الذي يؤثر كثيرا في طالب مقارنة الأديان حيث يجد فيه كل ما يريد معرفته عن الروح والجسم والحياة الروحانية والقوانين الأخلاقية والأمور الكثيرة في ضوء القوانين المحمدية قد احتوى هذا الكتاب بكل هذه المواضيع ثم كتبت الجريدة The English Mail يقول A Summary of Really Islamic Ideas أي هو ملخص أفكار الإسلام الحقيقية وكتبت أيضا جريدة The Bristol Time and Mirror كتبت الإنسان الذي يخاطب الغرب بهذا الأسلوب ليس إنسانا عاديا وكتبت جريدة The Daily News Chicago كتبت إن سلوك المؤلف المبني على منتهى الإخلاص والحقيقة واضح وجلية وكذلك كتبت جريدة أخرى The Anglo-Belgian Times Brussels كتبت كتاب فلسفة تعاليم الإسلام تفسير رعي جدا للكتاب الإلهامي للمسلمين أي القرآن الكريم إن أسلوبه بيان المؤلف يريد إقامة ميار إضافي هذه صورة أليكسندر ويب الذي ذكرته الأساس الذي أسلم عن طريق المسيح المعودة عليه الصلاة والسلام نعم يقول إن أسلوبه بيان المؤلف يريد إقامة ميار إضافي للأخلاق الذي يجب في رأينا على جميع المؤلفين حول الدين وهو أن أسلوب التعليف الديني يجب أن يكون إيجابيا لا سلبيا عليه أن يبين محاسن أي نظام لا أن ينتقد أعيوب غيره فقط وهذا المبدأ أقامه جيدا كتاب فلسفة تعليم الإسلام بوضوه وبناء على ذلك إن مؤلف الكتاب يرغب القاري إلى مده المبادئ الأساسية للإسلام ولا يتخذ ضد نظام غير المسلم موقفا مرا وهذا لم يكن ممكنا باتخاذ أسلوب آخر للبيان باختسار إن هذا الكتاب مركب من الإخلاص وهق اليقين تحقق نبأ المسيح المعود عليه السلام فاق المقال فاق المقال سبحان الله هذه الشهادات انظروا من هو الأعمى الذي سيرفض هذا الكم الهائل من هذه الشهادات تعالوا معنا نشاهد شهادة جديدة لمحام إنجليزي شاب في مقتبل العمر انظروا ماذا يقول تعالوا نشاهد للمحامي جونتان معا ماذا يقول عن هذا الكتاب وكيف أثر فيه هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم So my name is Jonathan Butterworth and I'm very honored to be able to speak to you about this beautiful book The Philosophy of the Teachings of Islam For myself, then I read this book in 2010 and so for myself then I was raised as an agnostic meaning that I neither believed in God nor disbelieved in God I was open to the issue but I never thought it was relevant in my life Only in my 20s did I begin to investigate I first prayed to Allah Almighty and when I prayed then I believed that God existed and that God exists still today and also when I read these holy scriptures of the Holy Quran the Bible, the Bhagavad Gita, the Buddhist books and at that point then I also believed in religion and I accepted all of the prophets and chronologically the latest prophet is or the seal of the prophets is the Holy Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and then his Messiah is مرزق رول محمد صلى الله عليه وسلم That was the conclusion that I came to and I accepted all of the prophets and so the book The Philosophy of the Teachings of Islam for myself is a very important book because it says a number of things but the main thing which I took away from it is that there are three stages of man the moral, the physical, the animal, the moral and the spiritual and that life's purpose is to go from the lowest, the animal the self that incites to evil to the moral, which is the self that incites to good or righteousness, morality to the spiritual, which is the self that incites to spirituality and to Allah Almighty and this is very, very important because the Western world all across the USA, Canada, UK, Germany, Spain all of these people they are gradually moving away from religion but they still want spirituality most of them so the big question for the West for the next 100, 200, 300 years is going to be what is spirituality and how can I be a spiritual person and this is the question which the promised Messiah peace be upon him answers and this is why in reality he is the Messiah for the Muslims the Christians, the atheists, the agnostics because this is a fundamental question for them so this is the purpose of the book the philosophy of the teachings of Islam is to take you from the animal or the lowest state to the moral state to the spiritual and in this way that even though you keep failing in your moral state because you are human and you are flawed and it is not capable to attain to true spirituality by yourself but when you try and you fail then Allah will help you when you pray and you continue to try and with patience and with prayers then a change takes place within the human soul that Allah Almighty takes you to him and he comes down to you and this is the way that the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that he who humbles himself Allah will raise him to the seventh heaven so in this way this is what the promised messiah in reality revived in the modern era that the only way to become truly spiritual is to become truly moral and the only way to become truly moral and truly spiritual is to become a true Muslim and that is to follow the beautiful guidance given in the Holy Quran but for the western people the very great beauty of it is that there is no shortcut you cannot get around it the only way to reach to heaven is to go through hell and you need in fact to become a moral person become the best person you can be and do it for Allah Almighty's sake and if he is pleased with you then he himself will make you a spiritual person but it is impossible to have true spirituality until you become the beloved of Allah Almighty and he becomes your beloved and that is what it means to be a truly spiritual person is to become the friend of Allah and he is your friend and he is pleased with you in this life and then he is pleased with you in the next life and this is the aim for every Muslim and every human so this is why the book the philosophy of the teachings of Islam is so important to me as a British man but for all western people and for the whole world in my humble opinion جزاك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم جزاكم الله أحسن الجزاء وجزاء أخونا جونتان المحامي الإنجليزي وثبته الله على الإيمان وعلى الحق وإن شاء الله سوف نشاهد فيديوهات أخرى لشهادات إخوة وأخوات عن أثر هذا الكتاب في نفوسهم لنتناول الآن شيئا من أفكار هذا الكتاب العظيم هذا الخطاب الجليل وأن نبين لكم مشاهدين الأكارم كيف رد حضرة ميرز غلام أحمد عليه السلام على السؤال الأول وهو حالات الإنسان الطبيعية والأخلاقية والروحانية أستاذ تمين بارك الله فيكم الواقع إن هذا السؤال وما يتبعه من أسئلة له أهمية كبيرة جدا في فهم فلسفة الدين عموما وفي فهم فلسفة الإثم وفلسفة كيف يمكن أن يترقى الإنسان ليصبح إنسان ربانيا ولكي يؤدي الدور الذي خلق من أجله فهنا يعني أنا قبل أن أتناول كيف سيقدم الإسلام نظريته أود بداية أن أبين بأن هذه المعضلة كانت تشغل بال الأديان الأخرى من قبل ولننظر أريد فقط من باب المقارنة بداية أن أقدم كيف أرادت أو حاولت المسيحية أن تحل هذه المعضلة بالنسبة للمسيحية رأت كالتالي رأت أن الإنسان فاسد بطبعه آثم بطبعه بل ردت هذا الموضوع إلى الوراثة بمعنى أنه قد ورث هذا الإثم من آدم منذ بداية الخلق فلذلك على الإنسان أن يفهم بأنه يجب أن يعيش مع هذا الإثم يجب أن يتفهم الإله بنفسه أيضا هذا الإثم فالله تبارك وتعالى خلقه آثما وجعله آثما وورثه الإثم فمعنى ذلك بدلا من أن نحل هذه الموضلة علينا أن نتقبلها وكيف طبعا أن تحل هذه المسألة طيب الإثم له ضرر على الإنسان والإثم له عقوبة عند الله تبارك وتعالى فجاءت المسيحية لتقول لا الآن إذا كان هناك عقوبة على الإثم فالله سيتحملها بنفسه يعني الله جاء بنفسه وقدم نفسه وعذب نفسه من أجل الخاطئين من بداية الخلق إلى نهاية الدنيا وحمل عنهم هذا الوزر وحمل عنهم هذا الإثم ومن ناحية ثانية أن الله تبارك وتعالى أزال القانون أزال الدستور أزال الشريعة الشريعة أو الناموس وأصبح الإثم غير معرفا يعني بمعنى الإثم بقي ولكن أصبح لا يجوز ولا يليق أن نسميه إثما بمعنى أننا سنعيش مع الإثم والله لن يحاسبنا لأنه هو بنفسه قد تكفل بأن يتحمل وزر هذا الإثم وأصبح الإنسان بريئا وحرا في أن يرتكب ما شاء من هذه الآثام فالله تبارك وتعالى قد افتداه وتعهد له بأن ينجيه من عنده دون بذل أي مجهود من جانبه طيب النتيجة ماذا النتيجة الاستغراق في الإثم النتيجة الفساد الأخلاقي الذي له بداية ولا نهاية لها النتيجة هي ظلم الإنسان لأخيه الإنسان لأن هذا من الإثم من الإثم الذي يتطور ليصبح بغيا لأن الإثم في الواقع هو يعني ضرر يلحق الإنسان بنفسه أولا ثم بعد ذلك يتم أو لنقل يتعدى لكي يصيب الآخرين ولكي يصيب المجتمع فهل حلت المسيحية هذه المعضلة عندما يقال بأن الله افتدى الناس وخلصهم من الإثم من خلال فدائه طبع هل تخلص الناس من الإثم هل كانت النتيجة أن الناس بالفعل بعد هذه النظرية المسيحية لم يعد في داخلهم نزعة تجاه الإثم بالطبع لا وهذا أمر واضح للعيان الآن هل الإنسان فعلا آثم بطبعه هل الإنسان فاسد لا فائدة منه طبعا بالنسبة لليهودية أيضا اليهودية بيّنت بأن الإنسان لم يصلح يعني أرسل الأنبياء وحاولوا إصلاح الناس ولكن الناس لم يصلحوا والأنبياء بأنفسهم هم قد فسدوا ولكن الله تبارك وتعالى غاضب على البشرية كلها ويختار هذا الشعب يعني له شعب الله المختار المفضل عليه الذي يتفوق عليه يعني كما تقول في مرة في الحادثة التي ذكرها من التلمود أن الله بالنسبة لهم يقول أبناء تفوقوا علي يعني يعني فكل هذه النظريات في الواقع تلاعب على هذه المسألة طيب هل الإسلام يقول أن الإنسان فاسد بطبعه شرير بطبعه لا يمكن أن يتخلص من هذا الفساد لا الإسلام يقول بأن النفس الإنسانية مركبة من نفس أمارة بالسوء ونفس لوامة بمعنى أن هناك نزعة تجاه الإثم موجودة في داخل الإنسان يريد الإنسان أن يحقق من خلالها مكتسباته وأموره يكون شرها في طعامه في شرابه في محاولة الحصول على ملذاته ولكن هناك في الإنسان أيضا وهذا الأمر لا يتوفر وليس موجودا في مخلوق آخر من المخلوقات وهي النفس اللوامة التي هي أيضا في طبيعة الإنسان التي تحاول أن تنزعه من هذا الشر وأن تقوم سلوكه أن تقوم أخلاقه لكي يترقى أخلاقيا في هذه الطريق التي في البداية ربما لا يعرف لماذا يعني هذه النزعة التي في داخله تجاه أن يكون أفضل أن لا يظلم الآخرين أن لا يقع في الإثم بداية الإنسان لا يعرف لماذا ولكنها في الواقع هي تلك النزعة الملائكية التي وضعها الله تبارك وتعالى في الإنسان لكي يتوجه إلى الله تبارك وتعالى فهكذا يقول الإسلام أن النفس الأموارة بالسوء هي النفس البدائية الأولية الموجودة فيك أيها الإنسان ولديك النفس اللوامة فعليك أن تقوي هذه النفس اللوامة لكي تتغلب على هذه النفس الأموارة وعليك أن تحاول مرارا وتكرارا وأن تستعين بالله تبارك وتعالى حتى تصل وحتما ستصل بمعونة الله تبارك وتعالى إلى النفس المطمئنة وما هي النفس المطمئنة هي النفس التي تبدأ الحسنة بالخروج منها تلقائيا تصبح طبيعتك طبيعة خيرة يعني أنت مبدئيا طبيعتك تميل إلى السوء وفي طبيعتك أيضا نزعة الخير موجودة ولكن الله تبارك وتعالى يقول بأنني خلقتك لكي تصل إلى تلك النفس المطمئنة التي يتدفق منها الخير تدفقا تلقائيا ويصبح الخير جزءا من طبيعتك ما أجمل هذه التعابير طبعا هنا أود أن أشير إلى أن المسيح المعود عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذه المعارف قال أنني متعهد أن أذكر كل هذه الأمور من القرآن حتى لن ألجأ إلى الحديث مع أن الحديث عندنا موثوق موثوق جدا ليس يعني أكثر وثوقية من أكثر الكتب الأخرى أو من كل الكتب الأخرى ولكنه قال سأتعهد بأن أرجع للقرآن الكريم ونعرف أن القرآن الكريم يقول وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي والقرآن الكريم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ويا أية النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فبهذه الطريقة يترقى الإنسان ولأجل هذا جاءت الشريعة الإسلامية لتأمر الإنسان بأن يترقى من الحالة البدائية الحيوانية إلى الحالة الأخلاقية وأن يوجه أخلاقه تبعا لرضى الله تبارك وتعالى ألا تكون الأخلاق مجرد شيء يستحبه فقط وإنما يقوم به لأنه يريد رضى الله تبارك وتعالى فعند ذلك يصبح إنسانا روحانيا وينفخ الله في أخلاقه روحا قوية تجعل هذه الأخلاق راسخة وقوية ومتدفقة وحية ليست مسألة مؤقتة تحدث أحيانا ولا تحدث في أحيان أخرى أو مسألة يمكن أن تزول نتيجة لضغوط معينة بل عند الروحانية تصبح الأخلاق جزءا قويا من هذه الطبيعة ومتصلة بالله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يرعى في الإنسان هذه الروح فلذلك المسيح المعود عليه الصلاة والسلام تفرد بشيء هام جدا وهو أن الأخلاق في الإسلام ليست مجرد غطاء خارجي أو مجرد لباس يرتديه الإنسان ويتزين به وإنما هذه الأخلاق هي عبارة عن جزء هام جدا هي لا شك أنها جزء من لباس التقوى ويجب أن تكون مرتبطة بالتقوى ولكنها جزء أساسي جدا للوصول إلى الله تبارك وتعالى فلا يمكن للإنسان أن يصبح ربانيا دون أن يكون خلوقا في البداية أما عودة مرة أخرى مثلا إلى المسيحية المسيحية تقول الله يحب خلقه جميعا ولا يكافئ الإنسان الذي يسعى إليه ولا يريد منك أن تسعى إليه ويقول لك منذ البداية أنا أعرف أن طبيعتك خاطئة وأنك لا يمكن أن تتحسن وأنا حللت القضية من عندي وأنا أحب الجميع والجميع يمكن أن يصلوا إليه طيب هل وصل الناس إلى الله هل عرفوا الله هل تحسنوا هل تطوروا لا يوجد أي من هذا بالأمس الأستاذ إبراهيم نونان ماذا قال وهو الخبير في المسيحية قال أنا لم أجد ذلك في الكتاب المقدس لم أجد ذلك في المسيحية ولكنني وجدته في الإسلام عندما قرأت هذا الكتاب قاله أستاذ جونثان هنا اليوم أيضا هو إنسان صحيح أنه كان لا أدريا ولكنه كان مطلعا طبعا على تعليم المسيحية وأصلا لم يصبح لا أدريا إلا بسبب تعليم المسيحية التي هي في الواقع كما قال الخليفة الثاني رحمه الله تعالى ورضي عنه أن هذه الفكرة التي تقدمها المسيحية للأسف لم تخطر ببال الشيطان حتى يعني الشيطان ماذا قال قال وف بعزتك لأغوي أنهم أجمعين واستثنى وقال إلا عبادك منهم المخلصين أما أن يقال بأن الإنسان آثم ولا يمكن أن يتخلص من إثمه ولذلك على الله أن يتدخل الذي هو خلق الإثم وأورث الإنسان هذا الإثم وأن يدفع وأن يكون ذبيحة من أجل هذا الإثم فهذا شيء يتجاوز المعقول ويمكن أن نقبل بهذه النظرية فيما لو وجدنا فعلا أن هذا الفداء المسيحي قد أدى إلى نزع الشر والسوء والإثم من المسيحيين ولكن الواقع لا أثر لذلك على الإطلاق هناك نقاط أخرى جميلة في الكتاب مثل تفاعل الروح مع الجسد ومثل تأثير الأغذية على الإنسان وأنه لا بد من السلوك الخارجي للتأثير على الداخلي ولكنها تحتاج إلى أن يطلع الإخوة على الكتاب ويعرفوها ويروها نشاهد مقطع آخر للأخ نورم من قزاخستان وأيضا للأخت سارة من بريطانيا تعالوا نشاهد هذا الفيديو معنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أنا من قزاقستان عندما قبل قرأت الكتاب التقرير للتقرير من الإسلام قرأت بي حضرات مرزا غلام أحمد عليه السلام أجل أنني أفضلت وكان أرى تقرير من الإسلام وكان أرى تقرير ومع المتحدة وفلسفتي وفلسفتي بأن الإسلامي فلسفة مثل المثمات أنا مستمتعي بمثماتي وفلسفتي بأن الإسلام في نفسنا 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 كل شيء مجموعة كل شيء مجموعة وكل شيء مختلف ويظهر أن نفسنا نفسنا كما أن الله يكون مختلفة وأنه هو الشيء فهو فلسفة فهو فلسفة إسلام فلسفة في هذا المسلم لذلك فلسفة هذا المسلم فلسفة 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 هذه المسلمة وما يمكنك إجراء في البعض وماذا تحديدك وفلسفك وفلسفك وماذا تحديدك 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 و T ويقبوا في الكلام سيكون مستقبل معسترد ولم يوم نحنًا أن نتفهم سوى بإمكان مستقبل ويوم عمل الرجال والضع بإمكانه مستقبل والمعاتي الله والإنهية ليوم جائعًا أن نتقوم بإمكانه ومتاق نتقن المستخدم في سنة نعم مشاهدين الأكارم إن شاء الله سوف نشاهد أيضا مقاطع أخرى لكن الآن إلى السؤال كيف نشأ تنشأ الروحك ماذا أجاب المساعدة المعضة عليه السلام في هذا الكتاب عن نشأة الروح وهل هي مخلوقة وهل لهذه الروح طور نشأة جديدة نستمع للأستاذ نديم هذا الكتاب جدير بأن يقرأ بالتفصيل ولكن نحن نقدم بعض المقاطع من هذه الردود التي رد بها سيدنا المسيح المعودة عليه السلام على هذه الأسئلة الأساسية التي يريد الجميع أن يعرفوا عنها الردود عليها فمثلا عند الهندوس وحول الأديان التي كانت منتشرة في الهند كانت لديهم هذه الفكرة أن الروح مثلا أرواح كلها قديمة يعني مثل قدم الله هذه قديمة وغير مخلوقة وثانيا يقولون الأرواح تنزل هكذا من السماء وهكذا لا تتشكل وإنما تنزل من السماء كل ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق شيئا فالمسيح المعودة عليه السلام ردنا لهذه الأفكار وتوضيها المانع الحقيقي ذكر في هذا الكتاب مقاطع هامة جدا فقال الجسد بمنزلة الأم للروح وإن الأرواح لا تنزل عبدا في بطون الهوامل من جو السماء وإنما هي نور مكنون في النطفة نفسها ينكشف شيئا فشيئا مع نشوئها ونموها ويقول يخبرنا كلام الله عز وجل بأن الروح تنشى من الجسد ذاته الذي يتكون من النطفة في الرحم وكما يقول الله سبحانه وتعالى حيث يذكر تكون الإنسان من النطفة فالعلاقة يقول ثم أنشعناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أننا ننشئ الجسد المتكون في الرحم نشأة أخرى ونبرز له خلقا آخر وهذا يسمى الروح ثم يذكر ما هي الروح يعني ما هي حقيقة الروح يقول أن الروح نور لطيف ينشأ من الجسد الذي يتكون داخل الرحم يعني من الجسد نفسه يتكون ينشأ هذا الروح النور اللطيف التي يسمى الروح والمراد من النشور الروح من الجسد هو ظهورها بعد الكمون طيب كيف هي حقيقة هذا الظهور يقول وقد كانت خميرتها يعني خميرة الروح مستطرة في النطفة منذ البداية إنها بلا شك وبأمر وإذن ومشي من رب السماء تتعلق بالنطفة علاقة غامضة إنها جوهر نوراني للنطفة لا نستطيع نقول هذه الحقيقة لان يقول لا نستطيع القول إنها جزء من النطفة كما يكون العضو جزءا من الجسم كما لا نستطيع أن نقول أيضا إنها تدخل في النطفة من الخارج طيب كيف هي يقول أو أنها تحبط من السماء فتمتزج بماضة النطفة لا ليس كذلك كيف هي بل إنها كامنة في النطفة كمون النار في الزند كما أن النار في الزند موجودة ولكنها لا ترى ويطلم عند الهاجة فهكذا عندما يكتمل الجسم الله سبحانه وتعالى يبرز هذه الروح بنور منه وهو نور لطيف يكون موجودا في داخل الجسم ويبرز بأمر من الله سبحانه وتعالى ثم يقول لا يترك الأمر هكذا يقول والله سبحانه وتعالى الذي خلق الروح بقدرته الكاملة من الجسد نفسه يبدو أنه يريد أن يقوم بالنشأ ثاني للروح عن طريق الجسد أيضا لماذا؟ كيف؟ بأن حركات الروح موقوفة على حركات أجسادنا وحيثما قدنا الجسد إنقادت معه الروح وطبيعته لا محالة فإن جميع عمال الجسد تنتبع على الروح وعلى ذلك سوف نحاسف في الآخرة فلعجل ذلك يقول فلعجل ذلك القرآن الكريم وجهنا لإصلاح أوضاع الإنسان الطبعية وأمره بمراعات شروط وآداب معينة وأمره بالتحلی بالأخلاق وبالتجنب السيئات لكي يتكون روحه صافية عندما يخلقها الله سبحانه وتعالى هذه الروح نشعة جديدة وهي بالحقيقة تخلق من هذا الجسد الذي يحملها الإنسان ويعمل من خلاله تلك الآمال وهذه سوف تاخذها الروح فلعجل ذلك ينبغي أن نحسن من عمالنا لكي تصبح أرواحنا صافية وأمام الله مقبولة نعم نأخذ مقطع آخر للأستاذ عبدالغني جهانقير مدير المكتب الفرنسي تعالوا ونستمع معا مؤلف كتاب فلسفة تعاليم الإسلام حضرت مرزا غلام أحمد القدياني عليه الصلاة والسلام قد قال إن كتابه سيكون له تأثير رائع على العالم وأعلن في إعلان صدر قبل قراءة الكتاب الذي كان في الواقع مقالة قدمت في مؤتمر للأديان العظمى عام 1896 في الهند أنه قد رأى في الرؤية شخصا واقفا قربه وقال حول هذا الكتاب الله أكبر خربت خيبر وقال إنه فسر ذلك بأنه يعني أنه بفضل هذا الكتاب فإن زور الأديان التي رفعت إنسانا ليكون إلها سوف ينكشف هذه نقطة مهمة جدا لأنه للأسف نادرا ما يفكر الناس بالضرر الذي تسببت به الأديان التي جعلت من إنسان إلها فمن الأضرار الناجمة عن ذلك سنجد العنصرية لأنه إذا قرر الله أن ينزل على الأرض وأن يتخذ شكلا بشريا فإننا مباشرة سنقع في خطر العنصرية فأي عرق سوف يختار على سبيل المثال لما على السود أو أصحاب العرق الأصفر أو الأحمر أن يقبلوا أن الله قرر اتخاذ شكل إنسان أبيض هذا سيجعلهم للأبد عبيدا ماديا ونفسيا للشعب الذي يشبه الله أكثر وسيكون ذلك مشكلة نفسية سترافقهم حتى آخر حياتهم لذلك قال الله إنه ليس له أي شكل أو لون وبأنه غير مرئي لا يمكن لأحد رؤيته ولكي تستطيع التواصل معه فإن ذلك لا يتطلب واسطة الشكل البشري هذا الكتاب فلسفة تعاليم الإسلام يبين كيف يمكن للإنسان أن يطور علاقة قوية مع الخالق مباشرة بحيث لن يكون بينه وبين الله أي وسيط وبالتالي ستكون هذه العلاقة علاقة مباشرة وهذا الكتاب يدمر الأسطورة التي تؤمن أن الله اتخذ شكلا بشريا في أحد أزمنة التاريخ أو أنه مستمر في فعل ذلك اليوم هذا أمر باطل تم توضيحه بشكل كامل وتام في هذا الكتاب الرائع الذي ألفه مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية نعم هذا ما ذكره الأستاذ عبدالغني جهانغير مدير المكتب الفرنسي إذا كانت الاتصالات معنا يسعدنا أن نأخذ بعض الاتصالات إن شاء الله غدا نأخذ أكبر عدد من المتصلين اليوم استعملنا هذه الفيديوهات ليتحدثوا مباشرة عن أثر أثر كتاب فلسفة تعاليم الإسلام في نفوسهم أرجو إن كان بالإمكان أن نظهر ما قاله البارحة الأستاذ الداعية إبراهيم نونا الذي كان نصرانيا وإعتنق الإسلام وذكر عن هذا الكتاب الخطاب الجليل الكتاب العظيم فلسفة تعاليم الإسلام تعالوا معا نشاهد ما قاله البارحة الأستاذ إبراهيم نونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته My name is Ibrahim Ahadunan I'm Irish I'm a former Roman Catholic Christian who became a Muslim an Ahmadi Muslim Alhamdulillah I want to just mention a few things regarding a marvelous, remarkable book called The Philosophy and Teaching of Islam this book had a huge effect upon me in many ways but one or two particular ways I want to mention why I want to mention this is because when I was a Christian I really didn't know how I could change myself what I mean by that is yes we were told that Jesus came and died on the cross for our sins but it didn't help me to reform myself to change myself Christianity didn't give me the means to elevate myself in a spiritual way which I wanted but when I read the book The Philosophy and Teaching of Islam I found that the promised Messiah Hz. Mithra Qalamat of Qadiyan the Mahdi he had explained in such a way in such detail in such he gave us such ingredients to remove our sins he started by explaining to us about the different levels of the soul how you have the soul which leads you to sin or helps you or incites you to do unreligious things immoral things etc he explained to us this was called the animal state and from that position most people unless they can elevate themselves to the soul that leans towards righteousness leads towards godliness he explained to us how to do that in this book and this book helped me to understand that I had to first of all find a book a particular book which would lead me to do that the Bible didn't do this for me but the Quran did and this is the thing about The Philosophy and Teaching of Islam Hz. Mithra Qalamat of Qadiyan proved absolutely from the Quran itself every verse he quotes in this book The Philosophy and Teaching of Islam is directed to how a human being can elevate themselves and become closer to God Almighty this book enabled me actually I cannot say I'm I'm free of sin because we're all human beings but I know now how I can achieve the goal of trying to remove sin from me remove unrighteous actions I used to do so this is something I just want to say to you that this book has changed me it has made me a better human being and I'll give you one example of this even though I was a good Christian I was a good to my parents and to my cousins etc it was my mother who said to me only months after reading this book she actually said this to me that since you became a Muslim you have became a better human being so this is what this book can do it helps you it teaches you it shows you that path which will which will lead you to God Almighty which will lead you to righteousness which will lead you to salvation this book so this is I just want to share this with you and hope that perhaps all of you will take some time and read this book for yourself and I promise you one thing if you finish that book you will have no choice but to come to Allah but to come to the Quran but to come to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and you have to come to Prophet Muhammad and Allah this is the only part that you can lead you to Jazakallah salam wa'alaikum 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 jzaakum wa'alaikum 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 هناك اتصالات بوجو من المتصلين بايجاز الاستاذ سامر والاستاذ شلبي. تفضلوا, السلام عليكم. من معلان. الستاذ محمام. السلام عليكم. والدرني. الجربي هذا السلام عليكم. الاستاذ محمام. الاستاذ محمام. اذا من جربي بكرة الصوت فيه مشكلة. يا من عنا ابن عندك جزاكم الله. الأستاذ شلبي السلام عليكم أهلا تحياتي إليكم إخواني الأحباء في عجالة لضيق الوقت أبهرني تقديم سيدنا المسيح الموعود عليه السلام للحالات النفسية الثلاثة ومنابعها الثلاثة من كتاب فلسفة تعليم الإسلام الحالة الطبعية ومن بعها النفس الأمارة والحالة الأخلاقية ومن بعها النفس اللوامة والحالة الروحانية ومن بعها النفس المطمئنة بإسلوب بدأ معه كل ما قدمه الفلاسفة وعلماء النفس حياء البحثهم في النفس البشرية بدأ كل ما قدمه هؤلاء الفلاسفة قزما مرتعشا أمام عملاق سابت راسخ واثق فشعر بالفارق الكبير بين الغسل والثمين الفارق الكبير بين مجرد نظريات واكتهادات تحتمل الخطأ أكثر مما تحتمل الصواب لما لا فنظريتهم الفلسفية هذه خضعة للتخمير والاحتمال لذا نجد أن تلك النظريات قد أسقط بعضها بعضا وانتقد بعضها بعضا ولكني أتحدى بل نتحدى إلى يوم القيامة من يمكن أن يقدم هذا الفهم العميق الدقيق المتكامل المترابط لحالات النفس البشرية مدعوما بكلام ليس هو بكلام البشر بل بكلام رب قدير مقتدر ليس أصدق منه قيلة موفق لصدق صاحب المقال عليه السلام كلام حينما يتلقاه المتلقي من خلال مقال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام ثم يعلم أن هذا الكلام العظيم والفهم العظيم للنفس البشرية وحالاتها الثلاثة مدعومة بكلام يدعي صاحب المقال أنه كلام الله عز وجل يدرك المنصف حسن الظن على الفور أن هذا الفهم لهذا القرآن العظيم هو فهم حقا إنه له لحلاوة وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه فهم يعلو ولا يعل عليه فلا يملك ذوي الفطرة السليمة إلا أن يقضع أمام هذا المقال خضوع المستسلم استسلاما تاما تاما لا عن إزلال بل عن عزة ونشوة وامتثال بكل حب وإجلال فيقول على الفور قرة عين لي ولجميع خلق الله والجدير بالذكر هنا هو أنه ما إن قدمنا هذا الكتاب لمنصف إلا وشهد على الأقل قائلا إن مؤلف هذا الكتاب لعبقري بالفعل والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله حسن الجزاء يقول سيدنا أحمد عليه السلام لقد أخبرني الله تعالى انظروا عندكم رجل يقول لقد أخبرني الله تعالى فماذا تبحثون عن ماذا تبحثون لقد أخبرني الله تعالى مرارا وتكرارا أنه سيرزقني العظم خارقة ويرسخ حبي في القلوب وينشر جماعتي في الأرض كلها ويجعلها غالبة على جميع الفرق وسينال أبناء جماعتي كمالا في العلم والمعرفة لدرجة أنهم يفحمون الجميع بقوة نور صدقهم والبراهين والآيات وكل قوم سيرتوي من هذا الينبوع إن هذه الجماعة سوف تنمو وتزدهر بقوة خارقة حتى تحيط بالعالم كله ستكون هناك كثير من العراقيل والبلايا ولكن الله سوف يزيلها جميعا من الطريق وسيتم وعده ولقد قال الله مخاطبا إيايا سوف أباركك بركة تلو بركة حتى إن الملوك سيتبركون بثيابك فيا أيها المستمعون اسمعوا وعوا اسمعوا وعوا واحتفظوا بهذه الأنباء في صناديقكم لأنه كلام الله الذي سوف يتحقق يوما إني لا أجد في نفسي أي فضل ولم أعمل ما كان يجب علي فعله ولا أعتبر نفسي إلا خادما ضعيفا وإنه لفضل الله تعالى الذي حالفني وأشكر الله القادر الكريم ألف ألف شكر على أنه قبلني أنا الحفن من التراب رغم كل هذا الضعف هذا ما جاء في كتابه التجليات الإلهية كونوا معنا غدا مشاهدين الأكارم الساعة التاسعة لنستمر في هذا الموضوع وهذا الخطاب الجليل الفلسفة التعاليم الإسلام والدعوة للجميع للمشاركة يمكنكم أن ترسلوا أرقام الهواتف والملاحظات عبر الواتساب أو الاتصال المباشر أو عبر صفحة الفيسبوك أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحوار مباشر جرأة في الحق صدق في العرض محبة في الحوار واحترام للرأي الآخر ترجمة نانسي قنقر